دور حيوي ومائز على مستوى الوضع العام للمرأة اليمنية هو ما تمثله دائرة القطاع النسوي في حزب التجمع اليمن الإصلاح على المستويين الداخلي والخارجي والمرأة اليمنية في اليوم العالمي للمرأة الموافقة الثامن من مارس من كل عام نموذج ديمقراطي على تجربة ريادية تشكل بصمات لامعة على حزب استوعب المعنى الحقيقي للدور النسوي في سياق ضوابطه الإسلامية غير المتطرفة وطبيعتها التي اختصها الله بها في الجوانب النفسية والعضوية داخل حزب الإصلاح حظيت المرأة بفرص الانطلاق في تأكيد دورها حتى ترقت مواقع قيادية في إطار ممارسات حقوقها السياسية ووقوف الحزب إلى جانبها ومناصرة قضاياها وتأهيل قدراتها لتكون عنصرا فاعلا ومؤثرا داخل الحزب وخارجه والمرأة الإصلاحية في العمل الاجتماعي والمدني ريادية ومبادرة ولها أدوار وبصمات في التعليم والتلمية البشرية والنشاط الحقوقي والفعالية الأعلامية والثقافية وساحات العمل الوطني القائم على ثنائية التضحية والنضال والمرأة الإصلاحية مناظلة في خضم المعركة الوطنية الجمهورية الراهنة من خلال إسنادها الفعلي لشقائقها الرجال من الأبطال بسد ثغور المجتمع حين يكون الرجال في الجبهات وبتسير قوافل الدعم والإسناد والإمداد إلى مواقع المرابطين وفي مخيمات نزوح تحضر المرأة الإصلاحية في تبني مراكز التأهيل والتطوير الخاصة بالعمل الحرفي النسوي وفي تحمل أعباء الظروف الناجمة عن الحرب بصبر وقوة وجلد